صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان معالي وزير الثقافة صاحب الرعاية ممثل بنائبه معالي الأستاذ حامد بن محمد الفايز أصحاب السمو والمعالي والسعادة ضيوفنا الكرام نجتمع الليلة في هذه المشهدية البهية التي أردناها أن تكون مختلفة ومميزة واستثنائية استثنائية مع لقاء مبارك جمعنا بهذه الوجوه النبيلة والخيرة واستثنائية في أبعادها الثقافية والإنسانية والحضارية التي باتت عنوان قضيتنا الأولى في مملكتنا الغالية قبلة العالم الحضاري نلتقي الليلة في محفل خيري ومناسبة إنسانية تنظمها جمعية السلياك في مهمة خيرية وحدث وطني نوظف فيه تلاحمنا الوطني ونسخر من خلاله واجبنا الإنساني في حفل جمع الثقافة بالخير ومزج النية بالهدف بعنوان سنفونية الأمل ودائما في إطار سعينا للأمل عمدت الجمعية عبر مبادراتها وبرامجها إلى نشر الوعي حول المرض وتكفلت بالدعم النفسي والصحي الكامل لجميع مرضى السلياك وأسرهم في مبادرات شاملة وواسعة في جميع أنحاء المملكة ومدنها ومناطقها مسخرين جميع إمكانياتنا وقدراتنا وفريق عملنا في سبيل الوصول إلى تحقيق الهدف الأبرز وهو تخفيق معاناة المرضى الوقوف إلى جانبهم بكل ما أوتينا من عزم وإرادة وأسرار تقديم الدعم والمساعدات والوصول إلى مجتمع سليم معافى من الأمراض والآلام كما يليق بمملكتنا الحبيبة هذه الرسالة الأبهى تكتبها الليلة بنغم من نور وبصوتها الأيقوني رائدة الأبرى العربية والمؤلفة الموسيقية ورئيسة المعهد الوطني العالي الموسيقى في لبنان دكتورة هيب القواص التي كانت المبادرة الأبرز في دعم الجمعية عبر أحياء الحفل وموسيقاها وأغنياتها وحضورها المتألق والأوركستر السنفونية العالمية المرافقة لها وعبر إنتاج هذا الحفل وتقديمه إلى جمعية السلياك إيمانا منها برسالتنا النبيلة وهل ثمت أعظم من أن يحمل الصوت الأبرالي الفاتن قضية إنسانية راقية وهادفة على أجحنهة من حلم وأمل هذه الرسالة تكتب الليلة أيضا بلون الحب والأمل رسما وتشكيلا في لوحات الفنانين المبدعين التي زينت حفلنا والقصر لتكتمل مشهدية الفرح عبر هذه التوليفة المبتكرة بين الموسيقى والفن التشكيلي والعطاء الإنساني فنحلق سويا في فضاءات من السحر والعبق والبهاء ونبتكر معا لوحة النابضة بشغف العطاء ونعبر معا إلى ضفة الأمل ونكتب سويا سطرا مضيئا في سماء الإنسانية أمسيتنا الليلة هي رسالة حب لكل نفس تائقة للسلام وسنفونية حقيقية للأمل المنشود عسى أن تكون نموذجا يحتذا لأصحاب القلوب النقية والأياد البيضاء الخيرة سنفونية الأمل خطوة في طريق الألف ميل والأمل يبدأ دائما بأصغر الخطوات ليصل إلى أعمق ما في القلب والروح وهذه الخطوة لم تكن لتتم لو لا جهود كل من يعمل وساهم وشارك في إنجاح هذه الأمسية من رعاة وداعمين وفنانين وفريق عمل وأسأل الله أن يثيب الجميع خير الثواب وفي مسك الختام أرفع آيات الشكر والتقدير لمولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وعراب الرؤية وملهم الأجيال صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان والشكر موصول لأخواني الأعزاء صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان والأمير بندر بن سعود على الدعم والمساندة والشكر بعد الله للدعم الأكبر ورفيق ورفيق الطريق زوجي الحبيب صاحب السمو الملكي الأمير خادم بن بندر بن عبد العزيز والابن سلمان بن فيصل والابن نورة بن خالد والحبيبة الغالية مديرة الجمعية الاستاذة عبير العريني وهي الجندي المجهول على أن نلتقي دائما بصحة وعافية وسلام السلام عليكم اشتركوا في القناة